فالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن ترشيح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعين مواطناتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الصدد تخالف قانون الخدمة المدنية مشددا على أن ترشيح المذكورتين للتعين وفقا للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحت رقم 3024 من يوليو 2022 جاء تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية وأن ترشيحهما قد تم تنفيذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ